وفي مقابلة تلفزيونية له مع قناة العربية الحدث قال وزير الدفاع اللواء روك المحسن داعري أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكاتها وترفض تجديد الهدنة وأنها تمثلت طرقا لتهريب الأسلحة من إيران وهي جماعة إرهابية مثل القاعدة وداعش وأن هذه الميليشيات تستهدف كنشآت الاتصال لحرمان الشعب من الرواتب مضيفا بأنه إذا انهارت الهدنة الأممية ستكون لدينا خطط بديلة غير تقليدية مؤكدا أن القوات المسلحة جاهزة وبدعم من التحالف العربي لمواجهة تلك الميليشيات وستكون هناك غرفة عمليات مشتركة لإدارة كل العمليات في عموم البلاد بدت الحكومة الشرعية والدولة تجاوبها سجابة المطالب المجتمع الدولي بأن توقف الحرب في اليمن في الوقت الذي لم يكن في صالح القوات الشرعية ولا في صالح الحكومة إيقاف هذه الحرب كون هذه الميليشيات لم تدعن أبدا في يوم من الأيام لأي مساعي دولية أو أي أوساط دولية المسلحة هي جاهزة ومعها قوات التحالف والقوات الدائمة كلها تريد من وراء هذه الهدنة وإحلال السلام في هذا البلد كون الحرب قد أرهقته وأرهقت شعبه خلال الفترة الطويلة هذه لكن الميليشيات الحدوية تريد أن تفرض أشياء أخرى وفي حالة انهيار الهدنة واللقوء إلى الحرب فهناك عدد من القطط البديلة منسقة مع الأشقاء في التحالف ومنسقة بين كل المكونات الموجودة وسيكون حتما علينا قوضة هذه الحرب وستكون غير تلك الحروب التقليدية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة